مرحبا حبايز برج السرطان أول شي رح نشوف طاقتك كيف عاملة في هاي الفترة لأنه كتير بيهمني أنه أعرف أو أنت تعرفوا يمكن كمان الطاقة تبعتكم كيف حتكون هاي الفترة آها رح أكتر شي تزدهر الأمور العاطفية في ممكن يكون رجوع لعلاقة قديمة ممكن دخول شخص جديد لحياتك المهم أنه فيه أمور رح تتحرك في العاطفة فيه تطور معين رح يصير على الصعيد العاطفي فجهز حالك يا برج السرطان مع أنه برج السرطان هاي الفترة عم بيهتم أكتر شي بالعمل بالإنجازات وشايفيت لو بالأشهر الماضي كان فيه إنجازات وكان كتير بالنسبة للعمل يعني الحمد لله الأمور تمام فخلينا نشوف إذن بشكل عام ورجل السرطان هاي الفترة إن شاء الله يكون الورق إيجابي كلكم عندكم سفر مش عارفة ليش طفشان كلكم بدكم تغيروا مكان بدكم تغيروا سكان بدكم تغيروا مش عارفة بس خلينا أحكي الطاقات من الأول عشان ما أنسى طاقات حبايبي في عندك ميزان في عندك تور والميزان تكرر أكتر من مرة ما بعرف ليش الميزان عم يتكرر اليوم كتير يمكن طاقتي أنا متأسرة في الميزان في طاقات هوائية بشكل عام في كمان تور في سرطان ممكن يكون سرطان مرتين في أبراج والله كل الأبراج موجودة لكن أكتر شي خلينا نقول الهوائية ثرابية المائية أيضا موجودة المهم برج السرطان انخدعت واننصب عليك خلينا نقول أما على الصعيد العملي أو على الصعيد العاطفي نصب عليك نصبة مرتبة يعني كنت كتير زعلان من هذا الموضوع أو أنه انطعنت من طهرك كذا ولكن عم بتحاول هلأ عم تاخد حقك شايفيتك في عندك كارما في عندك رجوع لحق إلك في جوستس خاصة الناس اللي عندهم محاكم رح يكون الحق يعني رح يرجع لهم خلينا نقوله رح تكون على نجاح هاي المحاكم أو هاي القضايا لأنه عم بشوفك يعني طول الوقت عم بتحاول يعني تكافح وترجع حقك لذلك رح يرجع لك حقك عم بشوف فيه كانت مشكلة صحية عندك أو عملية جراحية ممكن تكون عندك أو حدا من العائلة عم بتتم على خير وخاصة للنساء ممكن تكون عملية تجميل عم بكتير بتعطيهم طاقة إيجابية وعم بتصير على خير وعم بيكونوا كتير مبسوطين فيه فرصة حمل كبيرة الحمد لله يعني لحد ديت هلأ معظم الأبراج فيه فرصة حمل فيه عندك اللي هو نهاية الطرف الثالث كان موجود فيه علاقة إما علاقة صداقة أو علاقة عاطفية فيه نهاية لنهاية يعني مع خلينا نقول مش فضيحة يعني نهاية مع لا فضيحة بزلاجل أنا آسفة يعني ما كنت بدي أستعملها بس فيه للطرف الثالث نهاية مش حلوة أبدا في هاي الفترة وهذا الموضوع رح كتير يبسطك خاصة أنه أنت انطعنت كتير في هاي العلاقة أو زي ما قلت لك انتصب عليك ممكن على فكرة عن جد بالعمل وعن جد في العاطفة مع بعض لأنه بين عندي تن يعني عندك عشر سيوف ما ضلش حدا إلا طعنك يا برج السرطان فإن شاء الله إنه زي ما قلنا الحق رح يرجع شايفي عندك خلينا ناخد الكروت فيه مع بعض شايفي عندك حزن كانت في عندك حزن فترة حزن انطوائية من خدلان من حبيب أو شريك أو حتى زميل في العمل ولكن طلعت الورقة مقلوبة في نهاية لهذا الموضوع هاي الفترة رح ينتهي على خير هذا الموضوع من بعد الخدلان اللي قلنا عليه والطعن بالظهر شايفي إنه الشريك عم بيحاول إنه يوازن بينك وبين أمور تانية في حياته لحتى ما يعني ما يضطر يسيبك مرة تانية أو ما يضطر إنه يتركك عم بيحاول يعمل توازن بينك وبين أمور تانية في حياته وممكن تكون العمل ممكن تكون العائلة عم بشوف هذا الطرف الثالث ممكن يكون يعني مش شرط خيانة يعني ممكن يكون أحد أفراد العائلة خاصة أن الأم أم الشريك ممكن تكون رافضة الموضوع أو كذا فعم بشوف نهاية لهذا الموضوع عم بشوف تسويات عم بشوف مصالحات الشريك عم بيقدم خلينا نقول كاس الصلح أو عم بيقدم عرض معين لا إلك بالنسبة للناس اللي ما عندهم حدا في حياتهم مبين أنه فيه شخص زي ما يقوله كامل مكمل يعني ولكنه شبه زواج تقليدي أو كذا ولكنها فرصة كتير كتير حلوة عم بشوفها هاي الفترة بالنسبة للعزاب هذا كان بشكل عام السرطان في العمل رح يكون فيه عندك ركود أول فترة أول أسبوع ولكن بعديها عم بشوف فيه تمرحل فيه تطور شوي شوي فيه ناس كتير رح تكون زعلانة من هذا التطور اللي رح يصير معاك لأنه عم بشوف فيه ناس كتير عم بتراقبك في العمل أو ممكن يكون الشريك عم براقبك بيعني كتير كتير عم براقبك طول وقت إما يسأل حدا عنك أو على السوشيال ميديا أو كذا ما بعرف شو الطريقة لكن عم بيكون كتير عينه عليك كمان هذا الكرت ممكن يكون طاقات سلبية حبايبي فديروا بالكم إذا كان في عندكم طاقات سلبية حول الاستشفاء منها طاقات سلبية زي ما بتعرفوا حسب عين سحر أمور بتلهاي فديروا بالكم في عندكم التاكرات في منهم يعني متضررين فديروا بالكم هذا كان بشكل عام حبايبي خلينا نفتح أكتر على العاطفة إذا ورق إيجابي بشوفه ورق حلو كتير كتير لبرج السرطان نشوف إذا أكتر إحنا حكينا عاطفيا عن بعض الأمور بس نشوف كمان حلو 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 رجعت الكروت اللي أنا ما بحبها رجعت تبين لا وثلت كروت كمان طاقات سلبية زي ما قلنا طاقات سلبية حبيبي عم بتكون كتير تعبان منها يمكن أسحار يمكن شغلات أعمال خاصة من طرف تالت معمولة طرف تالت عم بشتغل هذا الموضوع إليك يمكن أو للشريك أو أنت بتنين مع بعض عم بتأثر عليك بطريقة شوي سلبية ولكن شايفي عندك والحمد لله أنه في انتصار على هذا الشخص بكتين في أمنية رح تتحقق في الحب الأمور بينك وبين الشركة عم ترجع لذلك الطرف التالت رح يكون يعني كتير معصب وزعلانه من هاي النوع شايفي تك منتصر على العلاقة أو منتصر على الطرف التالت خلينا نقول أو هذا الانتصار على فكرة مش ضروري يكون عاطفي مع أنه هذا الورق يعني أنا فتحته عاطفيا ممكن يكون كمان في العمل ولكن أنا بشوفه عاطفي أكتر إذن هاي العلاقة الثالثة زي ما قلنا عم تشتغل أمور مش تمام لكن في انتصار عليها هاي الفترة شايفي أنه في عرض من الحبيب والحبيب عم رح يكافح بالمستقبل عشانك على فكرة فيعني شايفي في أمور حلوة بينك وبين الحبيب عم بتكون هاي الفترة نشوف عقلك الباطن أنت بهاي الفترة شو عم بيكون أكتر شي في بالك على شو عم بتركز إذا كانت في عندك تراكمات شغلات ممكن حتى حلو هذا الطرف الثالث الكرت طلع مقلوب قلنا رح تنتصر عليه وفعلا في هزيمة كبيرة لإله لدرجة أنه رح يحب يخبي حاله رح يختفي رح يحاول يختفي من أفعاله قلتلك قبل شوي فيه في ضيحة أو كذا هو رح يتعرض لها وفعلا رح يكون مخبي حاله أو يختفي بسبب هذا الموضوع هاي الفضيحة مع أنه يعني احنا ما منتمنى الشر لحدا ولكن فيه شر رح يقع فيه هو رح يقع فيه شر أعماله هذا الطرف الثالث ففعلا عم بيكون في عقلك الباطن وعم بتحقق هاي الأمني أو هاي الشغلة عم بتتحقق فعلا نشوف إذا فيه تحسيرات أو حتى ممكن بشائر ببعض الأحيان لكنها كروت تحزيرات بشكل عام الورق هذا شوف حبيبي فيه شخص كان لابس كان عم يمثل عليك فيه شخص بيحبك فيه حب عميق بينك وبين شخص ممكن يكون صديق ممكن يكون شريك ممكن زوج ممكن كان يمثل عليك بعض الأمور اللي هي كانت بس عشان ما يخسرك هذا الشخص أنا ما بشوفه زيء بشوفه منيح ولكن عشان ما يخسرك كان لابس مثل ماسك كان يمثل عليك يمكن بمسع عليك إنه ما بيحبك يمكن يعني من هذا النوع لكن الحقيقة غير هيك الحقيقة إنه كتير بيحبك وكتير متمسك فيه خلينا نشوف إذا فيه نصيحة من الكروت كتير حلو فيه فترة رومانسية جدا رح تعيشها يا برج السرطان في هاي الفترة يمكن عودة حبيب يمكن أنت والزوج رح تطلعوا مثل رحلة مثل شهر عسل جديد عم بشوف الأمور عم تتحسن فيه مصالحات المهم فيه مشاعر كتير كبيرة على الصعيد الرومانسي وكأنها مكتوب لها هاي الفترة إنها تكون رومانسية بجدارة فشايف الأمور العاطفية جدا رائعة حتى للعزاب ممكن يكون شخص جديد عم يدخل حياتهم هذا الشخص ممكن يكون من أبراج نارية هوائية أو مائية هذا الشخص جدا يعني فرصة كتير حلوة جدا شخص رائع عم بيكون قدامي فنستغل الفرص أه طلعت لك رسالة من الحبيب مثل بيقولك الحبيب إنه إنه استناني إنه فيه أمور عم بشتغل فيها فيه أمور عم بعملها بساويها بحاول أوازن بين الأمور وكأنه يمكن بيحوش فلوس عشان العلاقة أو عم بيحاول يصلح أمور موجودة في العلاقة يمكن إذا كان فيه عوائق معينة عم يشتغل عليها فبيقولك استناني ما تروح يعني ما تروح لحد ثاني يا برج السرطان فحباي برج السرطان بشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي ومن هون لهناك بكون اشتاعت لكم كتير وبي باي